بلشت معركة التهويل على لبنان ما بقى الضغوط الإسرائيلية محصورة بارتكباتها بجنوب اتطورت لفبركة أخبار وقضايا لتبرير توسيع الحرب على لبنان أولا مطار بيروت ما ضاينت كذبت جريدة تليجراف كتير بعد ما نشرت الأحد تقرير بيحرد على مطار بيروت بحجة إنه عم يتمفي تخزين أسلحة وصوريخ لحزب الله واضطرت الجريدة تعدي الجزء من مضمون التقرير قبل ما تغير عنوانه بشكل كامل بعد النفي من اتحاد النقل الجو الدولي إياتا ثانيا الأخبار المفبركة سبق تقرير التليجراف تسريب مجموعة من الأخبار المفبركة والكاسبة اخترى إنه الموفد الأمريكي أموس هوكستين أعلن فشل المفاوضات للتهديق بين لبنان وإسرائيل وإنه تمام دول أوروبية أعلن يتسحب سفراء من لبنان وإنه السفارة الكندية قررت سحب رعاياها من لبنان ثالثا تصريحات المسئولين الإسرائيليين أعلن نتنياهو مبارح قرب نهاية عملية رفح ونقل أسلحة وفرق عسكرية من غزة لحدود لبنان إجا تصريح نتنياهو من بعد التهديد باستخدام أسلحة جديدة ضد لبنان وجولات سياسية وأمنية متلاحة قام فيها نتنياهو وقالنت وبنكفير وقائد الجيش الإسرائيلي لمنطقة الجليل والحدود مع لبنان التهويل الإسرائيلي والتحريد على ربنان ومرفقه مش جديد هيك صار بـ 2020 وـ 2018 رغم كل ها التهويل مافي قرار بالحرب على ربنان بعد لا من واشنطن ولا من تلقبيب نمشنا نمشنا على هذا الموضوع جديد لا شديد سعيش لا نساعد لنظر الإسرائيلي ولهما يشتعل العودة على صندوق المنزل لتوقف حول العباد الإسرائيلي